نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من عام 2022 الذي يلخص أبرز المستجدات على الصعيد الاقتصادي المحلي وأداء عدد من المؤشرات الاقتصادية إلى جانب استعراض ملخص حول مشاريع البنية التحتية وتقارير التنفسية لمملكة البحرين وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي نموا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الجاري وجاءت البيانات الإيجابية لاقتصاد مملكة البحرين لتعكس الجهود الوطنية والخطط والمبادرات الرامية لتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية تحقيقا لأهداف خطة التعافي الاقتصادي المنشودة ترجمة نانسي قنقر